أود أن أسهد إخواني المسلمين خصوصا الذين ييشون في هذا البلد أسيكم أولا بالاتحاد اتحدوا ولا تتفرقوا فإن في الاتحاد قوة وفي التفرق ضعف يقول الله سبحانه وتعالى بكتابه المبين بلعوذ لله من الشيطان الرجيم وعتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قوله وعتسموا فئل أمر والأمر يضل على الوجود بمعنى واجب على المسلمين أن يتحدوا في كل مكان هو وكان ولا تفرقوا لا هنا لا ناهية ولا يفيد التحريم لمعنى حرام على المسلمين أن يتفرقوا يجب على المسلمين أن يتحدوا ويحرم عليهم أن يتفرقوا لأن التفرق سفة من سفات اليهود والنصارى ولذلك ينهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن التفرق حيث قال ولا تقولوا كالذين تفرقوا وارتلفوا من بعد ما جاءهم البدينات وأولئك لهم أباب العشر لقول رسول صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة عليكم بالجماعة من شذّى شذّى إلى النار وفي رواية عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسي البحيدة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسي البحيدة التي ذهبت عن إخوانها ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يد الله مع الجماعة يد الله مع الجماعة وفي هديث يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجتمئ أمتي على ضلالة لا تجتمئ أمتي على ضلالة يقول الإمام الشوكاني هذا الحديث يدل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا انتحدوا فإنهم معصومون من الخطأ حتى كان الشوكاني فمثلا تشاور المسلمون فيما بينهم لأن يكون اليوم يوم عرفة فاتفقوا على ذلك وكان فوافق عن ذلك ليس يوم عرفة وكان ذلك خطأا فالله سبحانه وتعالى يتكبل منهم عرفتهم ويتكبل منهم هذا الحج لماذا؟ لأدل اتحادهم وأدل تفرقهم لماذا؟ إذا اتفق المسلمون على شيء واحد فالله سبحانه وتعالى يتكبل منهم وإن أخطأوا ولذلك أنا أوسي نفسي أولا وأوسيكم بأن تتحدوا ويد الله مع الجماعة ويد واحدة لا تصفق يد واحدة لا تصفق فالمسلم أقول المسلم لا يظلمه ولا يكره ولا يخضله هكذا أوسانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هديثه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضوه بعضا وقد أنسها الأمة في يوم حجة الوداح بعد أن حمد الله وأثنى عليه من خطواته صلى الله عليه وسلم أنه وقال كلكم لآدم وآدم من جراب لا فرق بين عربي ولا آدم ولا بين أحمر وأسود إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم لذلك فليارف كل منا أنه ليس له أهل كأخيه المسلم الذي تجمعهم رابطة واحدة وهي رابطة كهن الإسلام أينما وجدت نفسك في الآلم فاتحد مع أخيك المسلم ولا تتفرقون أما إذا تفرقت فإنكم تتفرقون ضعفا حتى يتكوى عليكم العقل مفهوم أقوله هذا الذي قمدي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرر لنا رمضان وأن يعيده علينا عواما عديدة وأزمنة مديدة بالرحمة والمغفرة والإجك من النيران ويتكبل منا السيام والقيام وأن يبارك فينا وفي أولادنا وفي أزواجنا وفي أرحام أزواجنا وأن يبارك لنا فيما أطعنا وفيما سيحينا إلى قيام الساء ثم أخيرا عليكم أن تتحروا الرزق الحلال كل واحد منكم عليه أن يتيب في طلب الرزق بمعنى أن يسلك طريق الحلال في طلب الرزق لأن هناك حديث يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم إنه نفث روح القدس في روحي هذا الهديث سحيح مسلم إنه نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل نسكها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحمل أنكم استغطاء الرزق على أن تجتلئوها بالحرام فإنما عند الله لا يوجد بالحرام قل حلالا واشرب حلالا والبس حلالا وإياك والحرام فإن للحرام سوء التعتيب يمنع من إجابته فعاء الأرض ثم ذكر الرجل أشأث أكبر يمج يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حلام ومالبسر حرام وقل في بين حرام فأنا يستجاب حتانه وفي روااتي فأنا يستجاب لو سأل رسول الله سن الله صلى الله عليه وسلم ساد بن أبيو النقاس فقال يا رسول الله أُذْقُ اللَّهَ أَنْ يَجْأَلَنِي مُشْتَجَابَ الدَّاوَةً فكان لرو الرسول صلى الله عليه وسلم أَتِبْ مَتْأَمَكْ تُجَبْ دَعَوَتُكْ إذا أردت أن تقول مستجاب الدَّاوَةً فطيب في طلب الرزق حاول أن تأخل حلالا وتشرب حلالا وتلبس حلالا ما ما كان الأمر وما ما دار الزمان عليك أن تبير على هذا الدين وتتمسك به لأن الله صلى الله عليه وسلم يقول في هديث ما يأتي على الناس زمان القابض على ديني كالقابض على جمرة يأتي على الناس زمان القابض على ديني كالقابض على جمرة جمرة من النار إمانا